تكلمني من شوية على أنه الكوكاين يعني يتعطوه اللي هم الأغنية الحشيش هل هو يعني مخدرات الغلابة زي ما بيقولوا في مصر نازال يعني ولا لا أنا عايز أقول حكي المخدر هم روحة في مصر الضوات الحشيش خد باك من أيام الفراعنة هي عادة فرعونية في موضوع الحشيش ده ومتورسة للأسف الشديد يعني هي ثقافة متورسة في المنسبات في العياد مش عارف ايه كلام تقول للأسف الشديد فهي عادة متورسة من قبل فراعنة بالنسبة نمرة واحد بخطر الحشيش نمرة اتنين لترامدول نمرة ثلاثة ايجا الهروين اخر حاجة لخطبال الحاجة يجيه بكوكاين لانا كوكاين زي ما قلت حدك هو مخدر غالي وده بيتعطاه طبقة معانا من الشعب لكن عندك الهروين طبعا طبال حدك الحاجة نهاردة الحشيش نهاردة صهر برضو يسال عرضه طلب نهاردة اسعاره عالية جدا ده يقدل لك ان احنا مشيين طريقا صح احنا بنعرف ازاي ان احنا مشيين صح بالنسبة لأسعار المخدرات النهاردة ان شريط رامدول طب اقول لحزوتك عبر شريط رامدول ده بيجينا من من دولة الصين والهند ومند الصين بالزاد في الشريط الواحد بيتكلف اتنين سنت النهاردة شريط الواحد اللي هو فيه؟ فيه كم حبات عشر عشر آجرة ان низ ان نت النهاردة بتدعب 150 جنيه كان زمال بـ 30 جنيه عشان تعويم تعويم الجنيه لا 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 احنا طبعا دي لها لها دخل ممكن يكون شوية لكن ده بيأكد ما نقول لحدك احنا بنعرف ازاي السوق عرضه طلب النهاردة الشرط ده من شهر كان بـ 30 جنيه و50 جنيه النهاردة بـ 150 جنيه والناس سمعين شايف هزر سمع هزر الكلام اللي أنا بقوله مش بقول كلام طب غير الترمدول فيه حاجات دخلت كده شعبية لا انت هتوصح دك فيه انواع من المخادرات مستحدثة مستحدثة اه مستحدثة مخادرات مستحدثة هو فيه مخدر جديد اسمه الفودو اه ها او الستروكس ما هو الستروكس ده هو ده اللي بتحط على الفودو انا معرفش لا بالعرف لا احنا بنشتغل وعن فيه هزر كده الاستروكس ده مادة كيموية بتتحط على هو ده داخل في الفودو وده بيجي الفودو ده عبارة عن عشب كده انا مش عايز اقول بقى شنس برضو لكن هو عشب عامل زي المرمارية كده يتحط عليه السروكس السروكس ده مادة كيموية كما هو يبتيجي مننا من بره خد بقى حاجات ده كل المخادرات بيجينا من بره بيتحط على الفودو ده ده احد اسمه خادر اعتبر وادرجناه على قانون المخادرات على جده المخادرات ما كانش في الأول لا ما كانش ورخيص دلوقتي لا ده غالي غالي لان ادرجناه وبنظبطه اه اوكي فده السروكس ده اللي هو حاجاتك بيقول عليه ده عبارة عن المادة الكيميكال اللي بتتحط على العشب ده فيه بقى الفودو اه يعمل الفودو ده اسم الفودو كده اسم الفودو السروكس على العشب اسم الفودو وده ايه تدخين ده اوه بيتخب بتعاطى بالتدخين اه بالتدخين اللي بتتحط على العشب